موسيقى رئيس سيسي يشهد حفلة تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة ويؤكد أن الدولة لن تنسى تضحيات شهداء الوطن مجلس أمنا الحوار الوطني يبحث مقترحات البدء الفعلي للجلسات النقشية تنديد غربي واسع بالهجمات الروسية الصاروخية على أوكرانيا وموسكو تقول أن هدف عمليتها تفكيك النظام السياسي في كييف السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرينيتش النشرة لإخبارات مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصرية أهلا بكم موسيقى شهد رئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين والذي أقيم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بدأت وقاع الاحتفال بعصف السلام الجمهوري ثم أدى حرس الشرف من طلبة الأكاديمية التحية العسكرية للرئيس السيسي حضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء والشيوخ وشيخ الأزار الشريف وبابا الإسكندرية وعدد من كبار رجال الدولة وفي كلمته بختام الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة وأكد الرئيس السيسي أن الدولة لن تتخلى عن أسر الشهداء ولن تنسى تضحيات شهداء الوطن الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم من أجل مستقبل أفضل لمصر هذه الأمور الحمد لله رب العالمين اتحسنت كثير قوي وبفضل الله سبحانه وتعالى كل التهديدات والإرهاب وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أبناء مصر من الشرطة ومن الجيش ومن كل اقطاعات الدولة الحمد لله إحنا في مكان كويس قوي ولسه طيب مطلوب مننا أكتر من كده مطلوب مننا إحنا نعمل أكتر من كده كمستريين عشان نقدم إحنا من جانبنا الوفاء لهذه الدماء أكتر من كده فمرة تانية كل التحية وكل المحبة وكل الاحترام وكل التقدير ليكم لأرواح شهداءنا والمصابين والأسرهم وربنا سبحانه وتعالى يعني جزيكم خير الجزاء فيهم وإحنا لن ننساكم أبدا لن ننساكم أبدا إن شاء الله كما توجه رئيس السيسي بالتحنئة للخريجين جدد من أكاديمية الشرطة مشددا على أهمية المسئولية الملقاة على عاطقهم في إطار الدور المهم لوزارة الداخلية أرجو إن إحنا نبقى دايما عارفين إن المسئولية الملقاة على عاطق وزارة الداخلية مسئولية كبيرة قوي وإحنا كلنا يمكن وإحنا ماشيين في الشارع نقول فين الشرطة لو قبلتنا مشكلة أو حتى في البيت أو في أي أو حتى لما نلاقي الأسعار غير يتقول فين الشرطة فين الرقابة يعني عايز أقول دوركم مشهود من الناس كلها ومنتظر من الناس كلها ومصر كلها بتقدر هذا الدور طالما إن هذا الدور يبقى دايما بيحترم إنسانية الناس وبيحترم إنفاذ القانون ودي نقطة اللي أنا يمكن بأكدها عليكم إن إحنا دايما عايزين وإحنا بنتعامل مع مواطنين في مصر نبقى دايما منتبهين إن إحنا آه إحنا موجودين في الشارع بنتعامل مع تحديات كتير في يعني ممارسات اللي ماشي صحي مش حابه فيه مشكلة معك لكن اللي ماشي بشكل مش يعني مش منضبط هو اللي حابه ليه مشكلة معك ترفق بي علمه من خلال أدائك الراقي وأيضا من خلال القدوة الممارسة ممارستنا كلنا مش بس أبنائنا في وزارة الداخلية أتمنى لكم التوفيق أنتوا قلتوا إن شعاركم علم وأخلاء وواجب فتسلحوا بالعلم دايما هذا وقد شهد الرئيس السيسي مراسم تسليم وتسلم القيادة بين طلاب أكاديمية الشرطة وأقلد الرئيس السيسي أو إلى الخرقين من كافة فروع أكاديمية الشرطة أنواطى الامتياز كما قدم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم هدية تفكارية للرئيس السيسي خلال مراسم الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية أكد وزير الداخلية محمود توفيق أن الشرطة تضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء لترسيق داعي بالدولة ومواجهة أي محاولات للعبث بمقدراتها مشيرا إلى أهمية التكاتف والتكامل بين الشرطة وقوة المسلحة في دفع مسيرة العمل الوطني لتحقيق العبور نحو أفاق القمهورية الجديدة انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فقد أصبحت مبادئ حقوق الإنسان محورا رئيسيا فأليات أداء العمل الأمني يعتمد على منهج علمي يتم بتدريسه بمختلف المعاهد التدريبية بالوزارة والفرق التخصصية لضباط الشرطة كما يجرع إعداد برامج مناهج متطورة وفقا لأحدث النظم الدولية في مجال التعامل مع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بالتنصيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وتنفيذا لتوجيهكم سيادة الرئيس بأهمية شمول المناهج التدريبية لأليات التعامل مع زاوي الهمم لسيما الذين يعانون من إعاقة غير ظاهرة قد يؤدي عدم اكتشافها مباشرة إلى تعرضهم للإزاء النفسي فقد تم إدراج مادة أساسية بأكاديمية الشرطة ومعاهد معاون الأمن وبالدورات التدريبية اعتبارا من العام الدراسي والتدريب الحالي لتزويد رجال الشرطة بالخبرات اللازمة في هذا المجال وبما يعظم الدور الإنساني للشرطة لدى كافة شرائح المجتمع يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه العشر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية لكافة قضايا الحوار الوطني ويستعرض الاجتماع العشر خطط العمل وجداول الأعمال المقترحة للبدء الفعلي بالجلسة النقاشية للحوار الوطني كان مجلس الأمناء قد عقد جلسته التاسعة صباح اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية حيث بحث جدوى الأعمال المجلس والموضوعات المقررة ومن المقرر أن يصدر المجلس في نهاية جلسته العشرة منتهى إليه من قرارات وإجراءات وللمزيد من التفاصيل حول اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تنضم إلينا جيرمين إبراهيم مرسلة التلفزيون المصري جيرمين آخر ما لديك حول اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني إلى الآن نعم بعد التحية بالفعل نتابع معكم من الأكاديمية الوطنية للتدريب فعليات الاجتماع العشر الخاص بالحوار الوطني هذا الاجتماع الذي انتهى منذ دقائق قليلة والذي جاء بعد الاجتماع التاسع الذي تم في صباح اليوم إذا تحدثنا في البداية عن الاجتماع التاسع فهو تم بحضور فقط أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمراجعة كل ما تم إصداره في الاجتماع السابق والذي تم يوم الاثنين الماضي بحضور اللجنة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي مع المقررين والمقررين المساعدين والذي تم في مراجعة كل اللوائح والقوانين التي صدرت في خلال الجلسات السابقة وأيضا تبادل وجهات النظر والتعارف بين المقررين والمقررين المساعدين فكل هذه المعلومات والبيانات تم مراجعتها خلال اجتماع اليوم الأول والخاص بمجلس أمناء الحوار الوطني بعد انتهى الاجتماع التاسع جاء الاجتماع العاشر بحضور المقررين والمقررين المساعدين وتم في أيضا تبادل القراء مع مجلس أمناء الحوار الوطني وأيضاً وضع آليات محددة لإدارة جلسات الحوار الوطني بعد ذلك إلى جانب أيضاً الاتفاق على أن يتم تقديم مقترحات لعدد من الأسماء الخبراء والشخصيات العامة التي ستشارك في جلسات الحوار الوطنية عن طريق اللجان الفرعية والمحاور الرئيسية التي تم اختيارها في السابق وآخر موعد لتلقي هذه الاقتراحات سيكون يوم السبت القادم إلى جانب تقديم المقررين والمقررين المساعدين للخصب اللجان الفتسعة عشر الرئيسية إلى جانب أيضاً المحاور الرئيسية سيقوم بتقديم خطة عمل التي ستتم في الحوار الوطني خلال الفترة القادمة يعني أيضاً تم الحديث عن نتيجة ما تم في ثمان جلسات سابقة تمت عن طريق مجلس أمانية الحوار الوطنية والتي تم فيها الاتفاق على تحديد ثلاثة محاور الرئيسية هي المحاور السياسية والمجتمعية والاقتصادية إلى جانب أيضاً اختيار تسعة عشرة لجنة منبثقة عن هذه المحاور الرئيسية يعني من المنتظر أيضاً في وقت قريب أن يبدأ الحوار الوطنية حتى الآن الحديث سيكون على نهاية الشهر الجاري مع مراعاة أيضاً يعني الأحداث الدولية التي ستشارك فيها مصر خلال الفترة القادمة على أن يستمر الحوار لمدة تقريباً ربما تصل إلى خمسة أشهر هذا يعني وفقاً ما تم إعلانه منذ قليل ولكن بالطبع سيتم يعني تحديد ما سيتم في الجلسات القادمة خلال الاجتماعات التي ستعقد على مدار الأسبوع القادمة قبل بداية البداية الفعلية للحوار الوطنية للخروج بالنهاية بعدد من التوصيات التي تأتي في مصلحة الموطنين أعود إليكم مرأة أخرى في الاستراتي نعم من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب كنت معنا جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري شكراً جزيلاً لك استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي موقفها التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية هذه المبادرة الوطنية الرائدة لكونها تركز على البعاد البيئي في إطار تحقيق التنمية المستدامة مضيفاً أن المبادرة تستهدف كذلك وضع خارطة قومية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات وجذب لاستثمارات اللازمة لها أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية دور صناعة التطوير العقاري في تحقيق المزيد من النمو للاقتصاد المصري وكذا الناتج المحلي جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المطورين العقاريين لاستعراض سبل دفع صناعة التطوير العقاري في مصر وقال مدبولي أن الدولة تستهدف التوسع في تصدير العقاري المصري وتسعى للوصول لخريطة طريق لتطوير القطاع في المؤتمر الاقتصادي لافتاً إلى أنه من المقرر أن تتضمن فعليات المؤتمر جلسة مخصصة عن صناعة التطوير العقاري قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيها من رئيس السيسي بتعزيز أطر التعاون بين مصر والإمارات كانت حكومة مصر والإمارات قد أعلنت عن تنظيم احتفالية ضخمة تحت شعار مصر والإمارات قلب واحد للاحتفاء بمرئي خمسين عاماً على التأسيس العلاقات المصرية الإماراتية تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 478 قضية تموينية بمضبطة بلغة 137 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 36 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسيد من السعر الرسمي تمضبط 97 طن أما في مجال البيع بأسيد من السعر الرسمي لمواد البناء تمضبط 25 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابس تمضبط 713 قضية من بينها 199 قضية خبز ناقص الوزن و190 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تمضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 65 طن توالت ردود الأفعال الدولية المنددة بالقصف الصاروخي الروسي على أوكرانيا وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيرش عن صدمته من الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية واعتبرها تصعيدا آخر غير مقبول للحرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر على الأراضي الروسية مؤكدا أن موسكو من المستحيل أن تترك جرائم نظام كييف دون رد وأشار مجلس الأمن القومي الروسي إلى أن الهدف الأساسي من العمليات في أوكرانيا هو تفكيك النظام السياسي هناك مضيفا أن الضربات الأخيرة على كييف هي أولى حلقات الرد الروسية من جهته اتهم الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي روسيا بالعمل على تدمير بلادها جاءت تصريحات زيلنسكي ردا على هجمات صاروخية روسية تعرضت لها العاصمة الأوكرانية كييف وعدات مدن هذا الصباح كان صعبا عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة هاجمونا لقد كان لهم هدفان منشآت الطاقة في البلاد في كييف زابورجيا لفيف دينبرو ومدن أخرى حتى في الجنوب إنهم يسعون إلى إحداث زعر وفوضى يريدون تدمير نظام الطاقة لدينا إنهم محبطون أما الهدف الثاني فهو الناس لقد اختاروا متعمدين الوقت والأهداف من أجل إحداث أكبر ضرر ممكن هذا وارتفع عدد ضحاية ضربة روسية على كييف إلى أحد عشر قتيلا وسبعة وثمانين جريحا يأتي هذا في منطف أن قطعت الطاقة عن عدة مناطق في البلاد بعد الضربات الروسية التي استهدفت البنية التحتية الأوكرانية المرتبطة بالطاقة كان الجيش الأوكراني قد أعلن أن روسيا أطلقت خمسة وسبين صاروخا صباح اليوم على أوكرانيا في حملة قصف استهدفت عدة مدن قال رئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي أنه بحث مع رئيسة وزراء بريطانيا تعزيز الدعم السياسي والعسكري فيما يتعلق بحماية أجواء أوكرانيا وضف زيلنسكي أنه ناقش مع رئيسة وزراء بريطانيا لسترس ما يمكن عمله لزيادة الضغط على روسيا وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن المبنى الذي يضم القنصلية الألمانية في العاصمة الأوكرانية تعرض لضربة صاروخية روسية وضربة الصواريخ وسط كييف في ساعة مبكرة من صباح الاثنين مع تسجيل أولى الانفجارات في ملعب وبالقرب من جامعة كييف الوطنية اتهم رئيس بيلاروسيا أليكساندر لوكاشينكو أوكرانيا بالتحضير لشن هجوم على بلاده وأعلن لوكاشينكو خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين الأمنيين نشر قوات مشتركة روسية وبيلا روسية وذلك النظرا لتفاقم الوضع على الحدود الغربية موسيقى 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 أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنه لم يعد من الممكن التنابؤ بوضع الاقتصاد العالمي كذلك خلال انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تستمر حتى السادس عشر من أكتوبر في واشنطن وشددت مديرة الصندوق على ضرورة كبح جماح التضخم قبل أن يخرج عن السيطرة سلمت لجنة الخبراء الألمانية المكلفة بوضع خطة بقيمة 35 مليار يورو مقترحاتها للمستشار الألماني أولاف شولتس لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الغاز عن المستهلكين وتقن الخطة ستقوم الدولة بدعم الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة فاتورة غاز شهر واحد هذا العام إضافة لتنفيذ آلية للحد من الأسعار اعتبارا من مارس أو أبريل المقبلين ألقى وزراء في الحكومة البريطانية باللوم على بنك انجلترا بسبب ارتفاع فوائد الرهن العقاري في إشارة إلى استمرار التوتر في العلاقة بين جانبين وذكرت صحيفة تيليجراف البريطانية أن الشخصيات الحكومية رفعة المستوى اتهمت البنك المركزي بالفشل في معالجة التضخم بالسرعة الكافية والذي بلغ حاليا نحو 9.9% تشققات وتصدعات أظهرتها أزمة التضخم المتسارعة في جدار العلاقة بين الحكومة البريطانية وبنك انجلترا المركزية حيث ألقى وزراء في الحكومة البريطانية باللوم على البنك بسبب ارتفاع فوائد الرهن العقارية صحيفة تيليجراف البريطانية ذكرت أن شخصيات حكومية رفعة المستوى اتهمت سرا البنك المركزي بالفشل في معالجة التضخم بالسرعة الكافية والذي بلغ حاليا 9.9% كما شكى وزراء وفقا للصحيفة من أن بنك انجلترا كان متأخرا في زيادة أسعار الفائدة على عكس الارتفاعات السريعة التي شهدتها دول أخرى مثل الولايات المتحدة لكبح التضخم وخلال الشهر الماضي رفع بنك انجلترا أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الثانية بهذا المقدار على التوالي لتصل إلى 225 من 100% هذه السلسلة من الارتفاعات في أسعار الفائدة لم تشهدها بريطانيا منذ ما سمي بالأربعاء الأسود قبل 30 عاما استعتبر الزيادة الأخيرة هي السابعة على التوالي منذ ديسمبر الماضي وكان المركزي الإنجليزي رفع الفائدة في أغسس الماضي بمقدار 50 نقطة أساس وهي أعلى وطيرة منذ 27 عاما إلى ذلك تراجعت الحكومة برئاسة ليزيتراس عن خطتها الاقتصادية التي تضمنت تخفيضات ضربية على الأثرياء بعدما هوت بالجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في تاريخه وهو ما أعطى إشارة إلى السوق بأن الحكومة تعمل في اتجاه معاكس لبنك انجلترا أعلنت فرنسا أن إجمالي ما أنفقته وما ستنفيقه باريس في الفترة من 2021 حتى 2023 سيصل لنحو 100 مليار يورو لمواجهة ارتفاع الأسعار في قدون ذلك توقع بنك فرنسا المركزي أن يسجل نموا إجمالية إجمالية الناتج المحلي في الربع الثالث من العام نسبة 25 من 100 في المئة بتراجع طفيف عن التقديرات السابقة وعشر المصرف المركزي إلى أن أسعار المنتجات تمت السنع عاودت لارتفاع مع انتهاء فصل الصيف وفي ظل عدم اليقين المرتبط بأزمة الطاقة التي تمتد إلى جميع القطاعات تراجعت بورسة موسكو بنحو 12% بالتزامن مع هجمات روسية استهدفت قصف العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المدن الأخرى وهبط مؤشر بورسة موسكو دون عتبة 1800 نقطة لأول مرة منذ 24 من فبراير الماضي عندما بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا استقرت تدفقات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا عند مستوى 42.4 مليون متر مكعب يأتي ذلك بينما ظلت تدفقات الغاز عبر خط أنبيب نوردستريم 1 والذي يمتد تحت بحر البلتيق من روسيا إلى ألمانيا عند الصفر منذ نهاية أغسطس بعد إغلاق خط الأنبيب للصيانة وقالت موسكو إنها غير قادرة على إعادة تشغيل خط الأنبيب الذي تضرر بسبب ما يشتبه بأنه أعمال تخريب موسيقى السادسة مستمرة وتتابعون فيها في ذكرى مرور عام على إجراء الانتخابات القاظمي يجدد دعوته للقوى السياسية للاحتكامل منطق الحوار البناء لحل الأزمة السياسية موسيقى أكد رئيس العراقي برهم صالح ضرورة إنهاء الأزمات والتأسيس لما وصفه بالحكم الرشيد في البلاد وقال صالح إن مرور عام على الانتخابات دون إكمال استحقاقتها الدستورية يعد تذكيرا وصفه بالقاسي بما فات العراق من فرص وحافز مهما لتوحيد الصف والحوار الوطني الجامع على أساس مصلحة الوطن والمواطنين وتلبية حقهم في الحياة الحرة الكريمة أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الانتخابات المبكرة جاءت تلبية لمطالب الشعب وبمناسبة مرور عام على إجراء الانتخابات التشرعية شدد الكاظمي على أن إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية كان أهم بند في البرنامج الحكومي وأجد رئيس الوزراء العراقي دعوته لكل الأحزاب والقوى السياسية للاحتكام لمنطق الحوار البناء لحل الأزمة السياسية والدفع بحلول وطنية شاملة تعزز الديمقراطية وتدعم ركائز الاستقرار والازدهار دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق الجهات الفاعلة للحوار دون شروط مسبقة وتلبية احتياجات الشعب وذكرت البعثة الأممية في بيان لها بمناسبة مضي عام على الانتخابات التشرعية أن الانتخابات أعقبتها سياسات انقسامية تسببت في خيبة أمل لدى الشعب العراقي وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أن الأزمة السياسية المستمرة بالبلاد تنذر بمزيد من عدم الاستقرار وتهدد أيضا سبو العيش المواطنين أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت محاكاة لضربات ناوية تكتيكية خلال الأسبوعين الماضيين بإشراف الزعيم كيم جونج أون ردا على أية تهديدات عسكرية في المنطقة يبدو أن الأوضاع آخذة في التصاعد وربما يشكل تهديدا عسكريا مفتوحا بشبه الجزيرة الكورية خاصة مع إعلان كوريا الشمالية أنها أجرت محاكاة لضربات ناوية تكتيكية خلال الأسبوعين الماضيين بإشراف الزعيم كيم جونج أون شخصيا كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين جديدين الأحد بعد ساعات على انتهاء منورات عسكرية مشتركة شملت حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية قبالة شبه الجزيرة الكورية كما أطلقت سبعة صواريخ باليستية خلال الأسبوعين الماضيين وحلق أحد هذه المغذوفات فوق اليابان للمرة الأولى منذ 2017 وفي مواجهة هذا التهديد المتزايد كثفت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تعاونها العسكرية وأغرت الدول الثلاث مناورات بحرية وجوية واسعة حول شبه الجزيرة الكورية في الأسبوع الأخيرة شملت خصوصا نشر حاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس رونالد ريجان العاملة بالطاقة النووية لكن كوريا الشمالية تعتبر هذه المناورات بمثابة استعداد لغزو أراضيها ورد على ذلك نظمت وحدات الجيش الشعبي الكوري المسؤول عن استخدام الأسلحة النووية التيكتيكية تدريبات عسكرية من 25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر بهدف اختبار وتقييم قوة الردع والهجوم النووي المضاد للبلاد وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية قالت إن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية التي نفذتها كوريا الشمالية كانت محاكاة لحرب حقيقية موضحة أن التدريبات تضمنت محاكاة لتحميل رؤوس النووية التيكتيكية على متن صاروخ جرى إطلاقه بعد ذلك من صومعة في شمال غرب البلاد في 25 سبتمبر الماضي ومنذ بداية العام أجرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من التجارب كما تبنت عقيدة جديدة في سبتمبر الماضي تؤكد أن وضعها بصفتها قوة نووية لا رجعت عنه حل رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبريعقوب بقى البرلمان واستضغط من فصائل داخل ائتلافه الحاكم لإجراء انتخابات مبكرة وقال رئيس وزراء ماليزيا في خطاب تلفزيوني إن مفوضية الانتخابات ستعلن موعد الانتخابات قريبا وبحسب الدستور يجب إجراء الانتخابات في غضون 60 يوما من حل البرلمان حيث كان مقرر لها في سبتمبر من عام 2023 أكدت رئيسة تايوان تساي إنجاوين أن المواجهة المسلحة بين بلادها والصين غير مطروحة على الإطلاق وفي خطابها بمناسبة العيد الوطني كررت رئيسة تايوان استعدادها لإجراء محادثات مع بكين لافتة إلى أن ذلك لا يثني عن تعهدها بتعزيز دفاعات الجزيرة بعد نحو 20 عاما على تفجيرات جزيرة بالي التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص في أكثر الهجمات الدموية في تاريخ إندونيسيا أصدر القضاء الإندونيسي حكما على القيادية المرتبط بتنظيم القاعدة بسجن 15 عاما لدوره في تفجيرات بالي عام 2002 عشرون عاما مرت على تفجيرات جزيرة بالي التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص في حادثة هي أكثر الهجمات الدموية في تاريخ إندونيسيا ففي الثاني عشر من أكتوبر عام 2002 استهدفت التفجيرات التي جاءت بعد عام ونيف على اعتداءات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة حانتين كانت تعجان بالسياح الأجانب ووجهت تهمة تخطيط لتفجيرات بالي بالإضافة إلى هجمات إرهابية أخرى نفذتها مجموعة يقودها الإندونيسي البالغ 58 عاما الذي يدعى ذو القرنين وهو أحد مؤسس جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابية القضاء الإندونيسي حكم مؤخرا على القيادي المرتبط بتنظيم القاعدة بالسجن 15 عاما لدوره في تفجيرات بالي عام 2002 وشهدت إندونيسيا الكثير من الهجمات الإرهابية منذ تفجيرات بالي وتنشط على أراضيها عشرات المنظمات الإرهابية من بينها مجموعات موالية لتنظيم القاعدة الإرهابي قالت نائبة رئيس فنزولا ديسي رودريغز إن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بينما لا يزال 52 في عدد المفقودين بعد أن فاضت خمسة أنهار صغيرة في وسط البلاد بسبب الأمطار الغزيرة وأوضحت أن الأولوية تتمثل في إنقاذ الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين نتيجة انزلاقات التربة بينما تفقد أفراد الجيش والإنقاذ أيضا دفاف النهر بحثا عن ناجين وسط ما يعانيه العالم من أزمات اقتصادية وسياسية وجدت العديد من الدول نفسها في مواجهة مع الطبيعة نتيجة التغيرات المناخية مما يهدد الحياة على سطح الأرض أضرار جسيمة لحقت بعدد كبير من المنازل والأراضي الزراعية في فنزولا بعد أن فاضت خمسة أنهار صغيرة في وسط البلاد بسبب الأمطار الغزيرة الفيضانات أكبرت عشرات الآلاف من سكان مدينة لاستخرياس إلى ترك منازلهم واللجوء إلى المرتفعات هاربا من السيود التي ارتفع منسوبها نتيجة الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ أسابيع السلطات في فنزولا أعلنت مدينة لاستخرياس منطقة كوارث بعد أن غمرتها الفيضانات وأصفرت عن سقوط العديد من الضحايا بينما لا يزال العديد في عداد المفقودين كما أجلت السلطات الفنزولية سكان المناطق المتضررة إلى ملاجئ مؤقتة قوات الجيش بدورها شاركت في عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين والمحاصرين نتيجة الانهيارات الأرضية فيما يشارك نحو ألف شخص من المتطوعين في عمليات الإنقاذ بالمنطقة المشهد الحالي في فنزولا أعاد إلى الأذهان كارثة عام 1999 والتي راح ضحياتها عشرة آلاف شخص موسيقى استضاف عدد من مسؤول مجلس الوزراء مساء اليوم وفدا ضم مجموعة من مساعد أعضاء الكونغرس الأمريكي الذي يزور مصر حاليا وخلال اللقاء تم إطلاع الوفد على تفاصيل مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة واستعرض الاجتماع والعناصر الرئيسية للمبادرة وما تتضمنه من تدخلات تنموية ومشروعات بنية تحتية تستهدف تحسين مستوى وجودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن في ريف مصر ومن جانبهم أثنى وفد مساعد أعضاء الكونغرس على ما تتضمنه المبادرة الرئاسية حياة كريمة من منظور تنموي شامل لكرة الريف المصري نظمت مؤسسة حياة كريمة ندوة تثقيفية بجامعة السويس عن نشاطها وجهود متطوعها بالمحافظة وحرس الألاف من الطلبة والطالبات على حضور المحضرة التي استعرضت أهم إنجازات المبادرة الرئاسية بمحافظة السويس لسيما قرى الريف واستعرض مسؤول المبادرة ما تم إنجازه على أرض الواقع كما قام متطوع المبادرة بتوزيع استمارات العضوية على الطلبة والطالبات للمشاركة التطوعية بالمبادرة مبادرة حياة كريمة مبادرة ممتازة جدا المبادرة دي ليست فقط النهوض بمجال معين ولكن فيها النهوض بكافة المجالات سواء المسكن اللي بيعيش فيه الناس الأكثر احتياجا في القرى والريف المصري أو تعليمهم أو الناحية الطبية بتاعتهم فمبادرة حياة كريمة طبعا لها مجالات كتيرة سواء كان فيه المجالات الطبية أو المجالات تعليمية أو المجالات رفع كفاءة المباني الأيام اللي فاتت يعني عملنا خدمات كتير الحمد لله الأهالينا وزعنا كاراتين سلعة غزائية وعملنا كوافر طبية ومهتمين بالملفات الطبية بدأنا ننزل نشتغل بشكل عام مع الناس وبدأنا نشوف أكتر إيه اللي محتاجين وإيه اللي ممكن نقدمه إحنا كشباب تقريبا يعني بنقدم كل وقتنا في المبادرة هنا كل حاجة ممكن نساعد بيها كتنظيم كتطوع زي الندو اللي احنا موجودين فيه النهاردة بشكل عام بنحاول إحنا نساعد بلدنا تكون الحاجة أحسن إحنا في الفترة اللي فاتت عملنا كذا قافلة طبية نزلنا الناس كانت فعلا محتاجة كانش عندهم أي حاجة ليه علاقة بطب يعني تفيدهم هناك وبعدين عملنا كذا قافلة ليه علاقة بالمدارس زي راجعين نتعلم وبعدين كده لسه قريب عملين قافلة اسمها وصل الخير فبس بنقدر نشوف الناس ايه اكتر حاجة محتاجاها يعني وبنقدمها له منذ انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة في بداية عام 2019 يتواصل العمل لتطوير كرة الريف المصري وكان لقطاع التعليم مناصيب كبير من مشروعات التطوير حيث تم إنشاء عدد كبير من المدارس واحلال وتجديد مدارس اخرى وفقا لاحدث المعايير المبادرة الرئاسية حياة كريمة تكسيد لجهود الدولة في السعي لرفع مستوى معيشة المواطنين بكافة محافظات الجمهورية ومنذ انطلاقها في محافظة دمياط قبل ثلاثة اعوام استهدفت المبادرة تطوير عدد كبير من القرى والتوابع وشهدت دمياط إنشاء عدد كبير من المدارس ضمت فصولا ومعامل مطورة ومكتبات وغرفا للكمبيوتر معظمها دخل الخدمة بداية العام الدراسي الحالي في قرية غرس الدين بمركز كفر سعد تم بناء مدرستين واحدة ابتدائية والاخرى اعدادية وتم تبطين تسعة كيلو مترات من الطرعة المواجهة للقرية وبناء وحدة صحية وجار العمل في مركز الشباب حصل طفرة جميلة في البلد بمبادرة حياة كريمة مما أصفر عن تطوير المدارس وتطوير الطرعة حيث تم تبطين طرعة بهذه القرية بطول تسعة كيلو نص وعمل مستشفيات حديثة ونقطة إسعاف بالوحدة وكهرباء وصرف الصحي جهود كبيرة تقوم بها الدولة من أجل توفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين في محافظة دمياط وبالإضافة إلى إنشاء وإحلال وتجديد المدارس يأتي مشروع طبطين الطرع وإدخال الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والغاز وشبكة اتصالات ومراكز الشباب لتوفر حقا حياة كريمة للمواطنين وصلت مبادرة حياة كريمة تنفيذ مشروعاتها بمحافظة الأقصر وخاصة مشروع مجمع الخدمات الحكومية بمركز أرمنت كما قامت المبادرة بتنفيذ مجمع الخدمات الزراعية وإنشاء مدرسة سواحي الأرمنت للتعليم وتم الانتهاء منها بالكامل وفي قرية الرزيقات تم الانتهاء من عمليات إنشاء مجمع الخدمات الزراعية ونقطة الإسعاف ووحدة التضامن ومشروعات الصرف الصحي اشتركوا في القناة ونتحول الآن إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة مع الزميل مصطفى مزار إليك مصطفى شكرا ياسر وشكرا صحر أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة مستجدات برنامج التروحات العامة وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن مؤشرات البرصة العالمية والبرصات الدولية للدول المتقدمة والناشئة شهدت تراجعاً عاماً في أدائها في ظل تخرج المستثمرين من حقوق الملكية كأدات ديستمارية جديدة في ضوء ما يشهد العالم من تجديد في السياسات النقدية استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريراً حول مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي الماضي 2021-2022 وأظهرت تقرير وارتفاع في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي الماضي لتسجل الثمانية وتسعة من عشر مليار دولار بمعدل نمو واحد وسبعين وأربعة من عشر في مئة مقارنة بالعام المالي السابق هذا وقد أوضح التقرير أن هذه الزيادة هي الأعلى منذ عشر سنوات وذلك بفعل التدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية والذي شهد ارتفاعاً بنحو خمسة واثتائم عشر مليار دولار أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء زيارة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة تسعة وعشرين واحد وعشر في مئة مسجلة نحو ستة وعشرين مليار دولار في العام المالي واحد وعشرين واثتين وعشرين وأرجع المركز أزيادة في الصادرات السلعية غير البترولية الارتفاع صادرات السلع تمت الصنع كالأسمد الفوسفاتية والمعدنية والملابس الجاهزة والأدوية والأجهزة الكهربائية المنزلية كما تأثرت تلك الزيادة بارتفاع صادرات السلع النصف المصنعة كالمركبات غير العضوية والعضوية إلى سوق المال حيث أنهت البرصة المصرية تعاملت على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وارتفع رأس المال السوقي بنحو 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.3 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر EGX30 عند مستوى 9940 نقطة يرتفع بنسبة 8 من 100% ويغلق عند مستوى 9948 نقطة كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 2184 نقطة مرتفعاً بنسبة 4 من 100% وذلك عند مستوى 2185 نقطة كما فتح مؤشر EGX100 عند مستوى 3122 نقطة ليرتفع بنسبة 5 من 100% ويغلق عند مستوى 3123 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي ما قيمته 19 جنيه و 61 كرشاً للشراء و 19 جنيه و 68 كرشاً للبيع و 5 جنيه و 36 كرشاً للبيع وأخيراً الريال السعودي والذي وصلت قيمته إلى 5 جنيه و 21 كرشاً للشراء و 5 جنيه و 23 كرشاً للبيع في أسواق المعادن نفيست تراجعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1686 دولاراً للأوقية و محلياً سجل الذهب عيار 18 930 جنيه بالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1085 جنيه وأخيراً عيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1240 جنيه وأخيراً الجنيه الذهب والذي وصلت قيمته إلى 8680 جنيه في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط لتنهي مكاسب لخمسة أيام متتالية مع مراكبة المستثمرين لتباطئ النشاط الاقتصادي في الصين كأكبر مستورد الخام في العالم الذي جدد المخاوف من الركود العالمي وانهيار في الطلب العالمي أيضاً على الوقود هذا وقد انخفضت العقود الأجلة بقيمة 77 سنة أو بما يعادل 8 من 10% لتصل إلى 97 دولار و 15 سنة للبرمية هذا وقد تراجع خام وغرب تكساس الوسيط بمقدار 64 سنة أو بنسبة 7 من 10% ليصل إلى 92 دولاراً للبرمية في المقابل ارتفعت أسعار المزيد عالمياً بنسبة 86 من 100% لتصل إلى 4.5 دولارات للتر كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1 و 14 من 100% لتشجل 86 من 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تراجع الروبل الروسي بنسبة 1 و 1 من 10% إلى مستوى 62 ربل مقابل الدولار وذلك المرة الأولى في نحو ثلاثة أسابيع ومقابل اليورو تراجعت العملة الروسية بنسبة 9 من 10% ليتم تدولها عند 60.42 من 100 ربل فيما هبطت بنسبة 1 و 2 من 10% مقابل اليوان لتصل إلى 8.60 من 100 للروبل تراجعت مع نويات المستثمرين في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر لتصل إلى أدنى مستويتها منذ مايه 2020 مايشير إلى رقود عميق في المنطقة والتي تضم 19 دولة هذا وقد هبط مؤشر ستاكس لمنطقة اليورو إلى سالب 38.13 نقطة في أكتوبر من سالب 31.18 في سبتمبر وسط غموض مستمر بشأن وضع الغاز والطاقة في الشتاء القادم وصلنا معكم مشاهدي الكرام لنات هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة نعود للإستكمال ما تبقى في هذه النشرة مع ياسر واسعر شكرا جزيلا لك مصطفى ميزار يشهد مضحف الرمال جنوب مدينة الغردقة إقبالا كثيفا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية لمشاهدة حوالي 60 تمثال وقطعة تم تصميمها من الرمال ويعد المتحف الأول من نوعه في الشرق الأوسط والأول على العالم في استخدام نوعين من الرمال الصفراء والبيضاء إقبالا كثيفا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات يشهده متحف الرمال جنوب مدينة الغردقة لمشاهدة حوالي 60 تمثالا وقطعة تم تصميمها من الرمال المتحف يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط والأول على العالم في استخدام نوعين من الرمال الصفراء والبيضاء حيث تم نحته في سبعة شهور وباشتراك 40 فنانا من 13 دولة طبعا بالنسبة لإقبال السائحين هنا في الغردقة عندنا فترة صباحية وفترة مسائية الفترة الصباحية بتضم أنه هو أكتر حي أنه هو الروس والفترة المسائية مع جولات البلد بتضم عندنا أنه هو الألمان والبولنديين وبعض المدن التشيكية برضو هنا على الصحف مصر والحمد لله في إقبال شديد كويس خالص وخاصة السياحة الألمانية في إقبال شديد ببعض الشركات السياحة هنا في الغردقة بيستقبلوا خلال شهر أكتوبر ده أقصر من 45 ألف سائح المتحف يضم ستينة مثالا لأبلهول والأهرامات وكيلوبترا ونيفرتيتي وإخناتون إضافة إلى شخصيات أسطورية وشخصيات كرتونية يعتبر كل الجسد اللي بيجي الغردقة بيزور المتحف هنا بس من أكبر من أكتر الجنسيات اللي بتهيب بتنظم جروبات ما جميع بالتحديد لأن فيه ما جميع عندي فيدول بتيجي أربع زبعين خمس زبعين بس بالنسبة لجروبات بتيجي ما جميع جروبات كبيرة بولندي تشيكي روسي هذا ويشجع متحف الرمال بالغردقة كل الزائرين على استكشاف ثقافات وفنون عدة عن طريق مجموعاته المنصقة بعناية انتهت النشرة وليكم أهم العنوين الرئيس السيسي يشهد حفلة خروج دفعة جديدة من طلبة أكديمية الشرطة ويؤكد أن الدولة لن تنسى تضحيات شهداء الوطن مجلس أمناء الحوار الوطني يبحثوا مقترحات البدء الفعلي للجلسات النقاشية تنديد غربي واسع بالهجمات الروسية السرخية على أوكرانيا وموسكو تقول إن هدف عملياتها تفكيك النظام السياسي في كييف موسيقى وبهذه العنوين انتهت نشرة السادسة إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى